يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فنرامى الظهور المهدوي الحلقة الثالثة بعد العاشرة البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقاً للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وأعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبي رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجفي وكربلاء طلاقاً بائناً لا رجعت فيه إن كنت راغباً في إمامك وصل الحديث بنا في الحلقة الماضية بعد أن تقدم الكلام عن البتريين والزهرائيين حدثتكم في الحلقة الماضية عن دين الأنبياء والأوصياء من بني إسرائيل وعن دين الأحبار والحاخامات لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام لكنني أقول بالإجمال خلاصة القول دين الأحبار هو دين بتري الأمر هو في هذه الأمة الصحابة صحابة سقيفة بني ساعد أسسوا ديناً بترياً نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله أخبرنا بأنه سيجري في هذه الأمة ما جرى في الأمم السابقة ذراعاً بذراع وباعاً بباع الذراع معروف إذا أردنا أن نقيسه في زماننا فإنه فإنه يكون تقريباً بحدود خمسين سنتمتر أما الباع فهو هذا حينما نجعل اليدين بهذه الصورة والمسافة تصل إلى متر واحد تقريباً حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل القذة هي ريشة السهم والتعبير عن أن الذي جرى في الأمم السابقة سيجري في هذه الأمة ولو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه هذا كلام رسول الله سيجري في هذه الأمة ما جرى في الأمم الماضية حذو النعل بالنعل وحذو القذة بالقذة ذراعاً بذراع وباعاً بباع حتى لو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه هذه الأحاديث موجودة في كتب الشيعة والسنة وحينما سألوا رسول الله من أنه يتحدث عن اليهود والنصارى فقال وهل الناس إلا هم وهل الناس إلا هم باعتبار أن الدين السماوية عند هؤلاء عند اليهود وعند النصارى وهؤلاء هم المكلفون بالقياس إلى الأمم الأخرى التي لم يكن حالها كحالها أولى فمثل ما جرى في أمة بني إسرائيل من أن أحبارهم أسسوا ديناً بترياً في مواجهة دين أنبيائهم وأوصيائهم فدين الأنبياء والأوصياء هو دين الحق ودين الأحبار هو دين الباطل سقيفة بني ساعدة أسست ديناً يخالف دين النبي ودين الوصي ثم بعد ذلك ادعوا كذباً من أن هذا هو دين محمد مثل ما فعل الأحبار ودعوا من أن الدين الذي صنعوه هو دين الله وهو دين الأنبياء وهو دين موسى مر كل هذا الكلام علينا وعدتكم أن أقرأ عليكم رواية التخليد وأن أقف عندها بحسب ما يسمح به الوقت ستكون البداية من هنا إنها الآية الثامنة والسبعون بعد البسملة من سورة البقرة ومنهم من اليهود لأن الحديث في سياق وقائع بني إسرائيل ولقد تحدث القرآن كثيرا عن بني إسرائيل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون في البداية أقف عند هذه الكلمة أميون هذه الكلمة ترددت في القرآن واستعملت في أكثر من معنى هنا في هذه الآية في الآية الثامنة والسبعين بعد البسملة من سورة البقرة المراد من الأميين هنا الذين لا يحسنون القراءة والكتاب وإنما يقال للذي لا يحسن القراءة والكتابة أمي نسبة إلى أمه بأن حاله بقي مثل ما خرج من بطن أمه لم يتعلم لم يتعلم القراءة والكتاب الأمية مراتب الإنسان الذي لا يحسن حرفة ولا يحسن صنعة يقال له أمي أيضا إنه أمي من جهة الحرف والصناعات والفنون وهكذا حديثنا مع الآيات فأميون هنا في هذه الآية إنهم عامة اليهود الذين كانوا لا يحسنون القراءة والكتابة وإنما يقال لهم أميون نسبة إلى أمهاتهم فهم مثل ما خرجوا من بطون أمهاتهم لا يحسنون القراءة والكتابة هؤلاء هم الأميون في آية أخرى إنها الآية العشرون بعد البسملة من سورة آل عمران أيضا الآية تتحدث عن أهل الكتاب عن اليهود وعن النصارى فإن حاجوك من هم هؤلاء إنهم أهل الكتاب من اليهود ومن النصارى فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين المراد من الأميين هنا الذين لم يكن عندهم كتاب سماوي إنها أمية الكتاب ففي الآية الثامنة والسبعين بعد البسملة من سورة البقرة بحسب ما جاء في تفسير العترة لقرآنها فإن الأميين هناك هم الذين لا يحسنون القراءة والكتاب الآية واضحة هنا هي تنطق عن نفسها بنفسها لأن السياق في الآيات كلام عن الذين عندهم كتاب سماوي وعن الذين لا يملكون كتابا سماوي لا أجد وقتا كي أقرأ كل السياق وإنما سأكتفي بموضع الشاهد فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمت هناك مجموعة المسلمين الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وآله وهناك مجموعة الذين أوتوا الكتاب وهناك مجموعة الذين لم يكن عندهم من كتاب سماوي فالأميون هنا هم الذين على أمية من هذه الجهة إنهم أميون من جهة أنهم لا يمتلكون كتابا سماويا هذه أمية الكتاب السماوي في الآية الخامسة والسبعين بعد البسملة من سورة آل عمران ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك والقنطار مال كثير ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمة ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل الأميون هنا جاءت في معنى ثالث الأميون هم غير اليهود هم غير اليهود الحديث هنا عن اليهود ومن أهل الكتاب ليس الحديث عن اليهود والنصارى فإن النصارى لا يقولون بهذا القول هذا قول اليهود اليهود لا يحترمون الأمم الأخرى في زمان القرآن يراد من هذا المصطلح الأمم الأخرى التعبير الإسرائيلي التعبير باللغة العبرية جوييم جوييم إذا أردنا أن نترجمها في زمان نزول القرآن إنهم الأميون الأميون لا يقصد منهم الذين لا يحسنون القراءة والكتابة مثل ما مر قبل قليل ولا يقصد منهم الذين هم أميو الكتاب إنهم أبناء الأمم الأخرى من غير بني إسرائيل هؤلاء هم الأميون في زماننا في الترجمات للكتب للكتب اليهودية تترجم الأمميون إنهم هم هم الأمميون في زماننا هم الأميون في زمان نزول القرآن إنهم أبناء الأمم الأخرى ولذا لا قدسية ولا شرعية ولا أمانة ولا أهمية لأموالهم هذا هو حكم اليهود إنه حكم التلموت إذا أردنا أن نعود إلى كتاب العهد القديم فإن في كتاب العهد القديم هناك احترام للأمميين هذا الاحترام ليس موجودا في كل الأسفار في كل أسفار العهد القديم لكن في بعض أسفار العهد القديم هناك احترام للأمم وأموالها لكن دين اليهود من جهة الشريعة لا يأخذونه من كتاب العهد القديم وإنما يأخذونه من كتاب التلموت أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل الجوييم الجوييم هم الأمميون وهم الأميون الذين لا حرمة لهم الآية تتحدث عن هذا المضمون ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك هؤلاء هم النصارى وبعض اليهود أيضا لكن الأعمى الأغلب من اليهود الذين اتبعوا دين الأحبار هذا هو شأنهم هذا دين الأحبار ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمة هذا دين التلمود دين التلمود هو دين الأحبار لأن التلمود ما هو بكتاب سماوي هذا هو كتاب الأحبار فقه الأحبار شرائع الأحبار ودين اليهودية في زماننا يؤخذ من هذا الكتاب من كتاب التلمود ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار هذا هو دين الأحبار ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائمة لماذا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل لأن دين التلمود يقول بأن الأمم الأخرى من غير بني إسرائيل أمم النجسة وهؤلاء بمثابة البهائم والحيوانات يخدمون بني إسرائيل هذه خلاصة الدين اليهودي التلمودي المراد إذن من الأميين هنا الجوييم إنهم الأمميون بحسب المصطلحات المعاصرة للترجمات في زماننا لكتب اليهود إذا ذهبنا إلى سورة الجمعة وإلى الآية الثانية بعد البسملة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم هؤلاء هم المنسبون إلى أم القرى إلى مكة والحديث عن مركز البعثة وعن بداية البعثة لا كما يفسر الآية نواصب السقيفة بني ساعد وبتري السقيفة بني طوس بأن المراد من الأميين هنا الذين لا يحسنون القراءة والكتاب حمير مع احترامي ل حميريتكم واستحماركم حمير حمير أنه تقرؤون الآية هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم هل أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأنه قد بعث رسولا لا يحسن القراءة والكتابة إلى أناس لا يحسنون القراءة والكتابة وما هي الكرامة في ذلك مع 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 احترامي لحميريتكم واستحماركم هو الذي بعث في الأميين رسولا هل أن الله يقول هذا الكلام وهل هذا كلام بليغ من أن الله بعث في الناس الذين لا يحسنون القراءة والكتابة بعث لهم رسولا لا يحسن القراءة والكتابة لأنه هو منهم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم اقرأوا الآية يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة كيف نتصور مسألة التعليم هنا المعلم لا يحسن القراءة والكتاب والمتعلمون لا يحسنون القراءة والكتاب كيف يتلو عليهم آياته يتلو يعني أنه يقرأ حتى إذا قلنا من أنه يتلو من غير قراءة في كتاب فكيف نفهم هذا المعنى ويعلمهم الكتاب والحكمة كيف يتم هذا التعليم إذا افترضنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله ليس بحاجة للقراءة والكتاب لأن علمه من الله هؤلاء الذين كانوا يجلسون من الأعراب ومن البدو كيف يستطيعون أن يحيطوا علما بأسرار الكتاب والحكمة وهم لا يحسنون القراءة والكتاب كما قلت يا حمير مع احترامي لحميريتكم كيف تفهمون الآيات فتقولون عن رسول الله صلى الله عليه وآله بأنه لا يحسن القراءة والكتاب وقد بعث إلى أناس لا يحسنون القراءة والكتاب هذا يعني أن النبي لم يبعث إلى أناس يحسنون القراءة والكتاب لماذا يبعث إلى الجهال والأغبياء فقط هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته إنهم المنسوبون إلى أم القراء ولذا فهذا المصطلح في القرآن الأميون جاء في آية وهي الآية الثامنة والسبعون بعد البسملة من سورة البقرة جاء الأميون هنا بمعنى أنهم لا يحسنون القراءة والكتاب وفي الآية العشرين بعد البسملة من سورة آل عمران الأميون هم أميو الكتاب الذين لا يملكون كتابا سماويا وفي الآية الخامسة والسبعين بعد البسملة من سورة آل عمران الأميون هم الأمميون من أبناء الأمم الأخرى نحن نستطيع أن ننسب إلى كلمة أمة فنقول الأميون ونقول الأمميون النسبة الأولى هي النسبة التي كانت معروفة في ذلك الوقت الأمميون هذه النسبة عرفة عرفت عرفت في الأزمنة المتأخرة المعنى واحد في الآية الثانية بعد البسملة من سورة الجمعة الأميون هنا هم المنسبون إلى أم القرى وهذا هو الذي ورد في تفسير العترة لقرآنها والكلام هو هو ينطبق على ما جاء في سورة الأعراف في الآية السابعة والخمسين بعد المئة والتي بعدها بعد البسملة في الآية السابعة والخمسين بعد المئة بعد البسملة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الذي كان مكتوبا في التوراة والإنجيل لم يكن معنى الأمي من أنه لا يحسن القراءة والكتاب وإنما معنى الأمي من أنه منسوب إلى أم القرى إلى مكة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل إلى آخر الآية وكذلك في الآية التي بعدها جاء فيها فآمن بالله ورسوله النبي الأمي إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة فوصف النبي بأنه أمي يأتي منسجما مع ما جاء في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين في الأمة المنسوبة إلى أم القرى لأن مكة كانت عنوانا لبلاد العرب وكانت مكة أم القرى في بلاد العرب وجزيرة العرب ومن هنا بدأت البعثة المحمدية الشريفة أعود إلى الآية الثامنة والسبعين بعد البسملة من سورة البقرة ومنهم أميون أميون لا يحسنون القراءة والكتابة هنا جاء معنى الأميين بهذه الصورة أما بقية الاستعمالات فهي تختلف اختلافا واضحا سياق الآيات يدل على ذلك واقع الكتب الدينية لليهود يدل على ذلك بلاغة الكتاب تدل على ذلك في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين إذا كان الكلام هو الذي بعث في الناس الذين لا يحسنون القراءة والكتابة يكون الكلام سخيفا كسخافة مفسري سقيفة بني ساعدة وكسخافة مفسري سقيفة بني طوس ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني هذه الكلمة أماني ماذا تعني نعود إلى أصلها في اللغة ميم نون ألف أو ياء مَنَا مَنِي هذه المادة تتكون منها مجموعة من الألفاظ فهناك التمني وهناك الممانات وهناك وهناك أنا لا أريد أن أتحدث عن كل تفريعات هذه الكلمة سيكون كلامي مختصا بما جاء في الآية الكريمة التمني 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 المعنى الأول معروف لديكم من أن الإنسان يحب ويرجو أن يتحقق له شيء يريده لا أريد أن أدخل في التفريق بين الترجي والتمني لأن الكلام لا علاقة له بالآية وهذا المعنى أنتم تعرفونه التمني أن الإنسان يحب ويرجو ويتوقع أن يتحقق له شيء مهم هو يريده التمني تأتي بمعنى القراءة يمكنني أن أقول من أنني تمنيت الكتاب الفلاني أي قرأته ويمكنني أن أقول من أنني تمنيت هذه الأسطر بقلمي أي أنني كتبتها لأن التمني يأتي بمعنى القراءة ويأتي بمعنى الكتاب ويأتي بمعنى الكذب تمنى فلان على فلان في الحكاية الفلانية لقد كذب عليه مثل ما عندنا من مشتقاتها الممانات الممانات المماني والماني الممانات تعني المكافأة وتعني المدارات وتعني الانتظار هناك تشقيق واسع في اللغة الذي نحتاجه هو التمني بمعنى القراءة الأماني يعني القراءات وهي جمع لأمنية والأمنية قراءة ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وتحديدا المراد التلاوة فالأماني تلاوات التلاوات قراءات ومفرد القراءات قراءة ومفرد الأماني أمنية فهؤلاء الأميون من اليهود الذين لا يحسنون القراءة والكتابة لا يستطيعون أن يقرأوا كتابهم الديني وإنما ينصتون لأحبارهم الأحبار هم الذين يتلون عليهم الأماني التلاوات تلاوات الأحبار للكتاب الديني ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب لأنهم لا يحسنون القراءة والكتاب وهذا يعيدنا إلى سورة الجمعة هذا يعيدنا إلى سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتل عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين كيف يعلمهم الكتاب والحكمة وهم لا يحسنون القراءة والكتاب لأن القرآن يبين لنا هنا من أن الذين لا يحسنون القراءة والكتاب لا يعلمون الكتاب فهل كان يعلمهم رسول الله بالإعجاز بإمكان رسول الله أن يفعل هذا ولكن هل من دليل على ذلك لا يوجد شيء من هذا لأن النبي كان يحسن القراءة والكتاب وهؤلاء الذين كانوا يتعلمون من رسول الله كانوا يحسنون القراءة والكتاب لا أقول إن كل الذين تعلموا من رسول الله كانوا يحسنون القراءة والكتاب لكن يقينا المجالس والدروس التي تحدثت عنها سورة الجمعة من أنه كان يتلو عليهم الآيات وكان يعلمهم الكتاب والحكم قطعا هذه المجالس وهذه المحاضرات وهذه الدروس كان الذين يحضرونها يحسنون القراءة والكتاب وسيدهم رسول الله وإلا لا معنى لهذا الذي جاء مذكورا في سورة الجمعة هلا لعنة على الدين البتري إن كان من سقيفة بني ساعدة أو كان من سقيفة بني طوسي ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا ما يأتي من تلاوات الأحبار وإنهم إلا يظنون لا حلم عندهم بينما في سورة الجمعة يعلمهم يعلم هناك علم يعلمهم الكتاب والحكمة أما هؤلاء ماذا يأخذون من أحبارهم يأخذون من أحبارهم الظنون وهذا هو دين الظنون دين الصحابة دين الظنون ودين مراجع النجف وكربلاء دين الظنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا عبر التلاوات التي يتلوها عليهم أحبارهم وإنهم إلا يظنون هذا الكلام عن اليهود في زمان النبي صلى الله عليه وآله فويل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم هؤلاء هم الأحبار فويل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون هذا هو دين الأحبار يضحكون على عوام أمتهم وهذا جرى في أمة اليهود وجرى كذلك في أمة النصارى لكن الكلام هنا عن اليهود وجرى في أمة الصحابة وجرى في الأمة الطوسية البترية على يد المراجع الطوسيين البترية أعتقد أن المعنى الإجمالية صار واضحا من الآية ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون نذهب إلى فاصل إنه تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه المستشهد في السنة الستين بعد المئتين للهجرة إنه من تفاسيرنا القديمة والقديمة جدا إمامنا العسكري أملاه على بعض شباب الشيعة ضاع هذا التفسير لم يبقى منه إلا نزر يسير وهذا النزر اليسير تعرض لتحريف عظيم لكن الحقيقة تبقى واضحة ما بقي بأيدينا من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه إنني أقرأ عليكم من طبعة ذوي القربة إنها الطبعة الأولى قموا المقدسة من الصفحة الحادية والسبعين بعد المائتين إنه الحديث الثالث والأربعون بعد المائة في تفسير الآية التي تلوتها عليكم قبل قليل وبينت لكم جانبا من مضامين مفرداتها قرآنا ولغة إنها الآية الثامنة والسبعون بعد البسملة من سورة البقرة والتي بعدها أعني الآية التي بعدها ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون إمامنا العسكري صلوات الله عليه يبين لنا قال الله عز وجل يا محمد ومن هؤلاء اليهود أميون لا يقرؤون الكتاب ولا يكتبون كالأمي منسوب إلى أمه أي هو كما خرج من بطن أمه لا يقرأ ولا يكتب هذا حديث إمامنا الحسن الحسن العسكري صلوات الله عليه عن إمامنا الصادق الرواية طويلة مفصلة ثم قال الله عز وجل يا محمد ومن هؤلاء اليهود أميون لا يقرؤون الكتاب ولا يكتبون كالأمي منسوب إلى أمه أي هو كما خرج من بطن أمه لا يقرأ ولا يكتب لا يعلمون الكتاب المنزل من السماء وهو الكتاب الصادق في أصله لا يعلمون الكتاب المنزل من السماء ولا المكذب به هم لا يستطيعون أن يفرقوا بين النص الصادق والنص الكاذب ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب وإنما يأخذون الكتاب من أحبارهم إلا أماني إنها تلاوات من أحبارهم والأحبار قد حرفوا الكتاب وحرفوا الدين وصنعوا دينا بتريا بتهروا فيما بين الكتاب الأصل وبين الأنبياء والأوصية الحكاية الحكاية هي في سقيفة بني طوسي حين بتروا بيعة الغدير حين بتروا حديث الثقلين حين فسروا القرآن بحسب منهج سقيفة بني ساعدة وبحسب آرائهم الضالة المضلة ثم قال الله عز وجل يا محمد ومن هؤلاء اليهود أميون لا يقرؤون الكتاب ولا يكتبون كالأمي منسوب إلى أمه أي هو كما خرج من بطن أمه لا يقرأ ولا يكتب لا يعلمون الكتاب المنزل من السماء ولا المكذب به ولا يميزون بينهما إلا أماني أي إلا أن يقرأ عليهم ومن الذي يقرأ عليهم أحبارهم لأنهم لا يحسنون القراءة والكتاب إلا أماني إلا أن يقرأ عليهم ويقال لهم إن هذا كتاب الله وكلامه لا يعرفون إن قرأ من الكتاب خلاف ما فيه فكل دينهم يأخذونه من الأحبار هم لا يعرفون النصوص الصحيحة ولا يعرفون النصوص المكذوبة لا يحسنون القراءة والكتاب لا يملكون علما كل الذي عندهم ينصتون إلى أحبارهم والأحبار يفعلون ما يشاءون ولذا عبر القرآن عنهم عن هؤلاء الأميين وإن هم إلا يظنون يأخذون دينا مبنيا على الظنون مثلما حال الشيعة وهم يأخذون دينهم من مراجع النجف وكربلا والمراجع أنفسهم يبنون دينهم على الظنون ما معنى هذه الكلمات التي تكتب في بداية الرسائل العملية من أن العمل بهذه الرسالة العملية مجزء ومبرئ للذن ماذا يعني هذا الكلام هذا الكلام يعني أن المرجع يبني دينه على الظنون ليس متأكدا مما أثبته في رسالته العملية وهو يطلب من مقلدي أن يعمل على أساس الظنون من أن العمل بها مجزء ومبرئ للذن هذا منطق الظنون هذا ما هو منطق العلم الرؤية ليست واضحة لا عند المرجع ولا عند الذين يعملون بفتاوى المرجع هذا هو حال الشيعة هذا هو الدين البتري لأن المراجع بتر بتر العلاقة فيما بين الشيعة وبين إمام زمانهم الإمام الجهة الوحيدة التي بإمكانها أن توصل العلم إلى الشيعة وإن هم إلا يظنون الأحبار بنوا دينهم على الظنون وأتباعهم كذلك وهذا هو واقع الشيعة الطوسيين وإن هم إلا يظنون أي ما يقول لهم رؤساؤهم من تكذيب محمد في نبوته وإمامة علي سيد عترته قد يقول قائل اليهود في بداية هجرة النبي كيف يكذبون بإمامة علي في الكتب اليهودية القديمة كانوا مكلفين بالاعتقاد بمحمد وآل محمد وأنا لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع وهذا هو سر تفضيل اليهود على سائر الأمام في أحاديث العترة الطاهرة ما من نبي بعث إلا وقد بعث بنبوة محمد وولاية علي وآل علي ما من نبي بعث إلا بنبوة وولاية وإمامة محمد وآل محمد وهذا عهد معهود مأخوذ على الأنبياء طرا أما الأمم فكانت تكلف إجمالا بهذه العقيدة الأمة الوحيدة التي كلفت تفصيلا بنو إسرائيل وهذا هو سبب ذكرهم كثيرا في القرآن سبب تفضيلهم على الأمم السابقة وليس وليس على أمة محمد أمة اليهود فضلت على الأمم السابقة من هذه الجهة من جهة أنها كلفت بولاية محمد وآل محمد بنحو تفصيلي هذا هو سر تفضيلي اليهود على سائر الأمم المتقدمة لكن الأحبار حرفوا كل شيء هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن إمامة علي فرضها رسول الله حينما كان في مكة حينما نزلت الآية وأنذر عشيرتك الأقربين وجمع بن هاشم في ذلك المجلس أعلن النبي صلى الله عليه وآله إمامة علي وأعلن أن الخليفة من بعده علي وأعلن أن الوصي من بعده علي في ذلك المجلس وأوجب طاعة علي عليهم لذا لما خرجوا من المجلس بعضهم استهزأ بأبي طالب وقالوا له بأن محمدا قد أمر ولدك الصغير عليك وهذه التفاصيل مذكورة في كتب السنة قبل كتب الشيعة هذا ما هو كلامي ولا هو بكلام منقول عن الكتب الشيعية فقط هذه التفاصيل مذكورة في كتب السنة قبل كتب الشيعة فإمامة علي أعلنت في مكة وليس في بيعة الغدير وكان النبي يكرر هذا يكرر هذا منذ أول يوم وطأت قدماه أرض المدينة إن لم يكن كذلك هذه الأعداد الهائلة من الأحاديث في فضل علي وولاية علي وإمامة علي في كتب السنة وكتب الشيعة متى قيلت هل قيلت في الفترة القصيرة من بيعة الغدير إلى شهادة رسول الله بيعة الغدير حدثت في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحج من السنة العاشرة للهجرة والنبي استشهد في اليوم الثامن والعشرين من شهر صفار من السنة الحادية بعد العاشرة فترة زمانية وجيزة وكانت مشحونة بالأحداث لم تكن فسحة ومجالا مناسبا لتصطير كل هذه الأحاديث الأحاديث الموجودة في كتب المخالفين وفي كتبنا تعد بالآلاف في فضل علي وولايته وإمامته ووصيته ومن أنه السيد على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله لكن الحقائق غيبت غيبت الحقائق فحينما يتحدث إمامنا الحسن العسكري عن هذا الموضوع إنه يتحدث عن حقيقة كانت موجودة غيبها المغيبون غيبها المغيبون وإنهم إلا يظنون أي ما يقول لهم رؤساؤهم من تكذيب محمد صلى الله عليه وآله في نبوته وإمامة علي سيد عترته صلوات الله عليه وهم يقلدونهم عوام اليهود هؤلاء الأميون الذين لا يحسنون القراءة والكتابة يقلدون أحبارهم الكذابين البتريين وهم يقلدونهم مع أنه محرم عليهم تقليدهم فقال رجل للصادق إمامنا الحسن العسكري ينقل كل هذا الكلام عن جده الصادق فقال رجل للصادق بعد أن سمع ما سمع من كلام الإمام فإذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم وهل عوام اليهود إلا كعوام من يقلدون علماءهم فإن لم يجز لأولئك القبول من علمائهم بالنسبة لليهود لم يجز لهؤلاء للشيعة القبول من علمائهم فماذا قال إمامنا الصادق صلوات الله عليه بين عوامنا وعلمائنا وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة أما من حيث أنه مستو فإن الله قد ذم عوامنا بتقليدهم علماءهم كما قد ذم عوامهم وأما من حيث أنهم افترقوا فلا قال بين لذلك يا ابن رسول الله فقال الإمام الصادق صلوات الله عليه إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح بالكذب الصريح وبأكل الحرام وبالرشا الرشا جمع لرشوة وبتغيير الأحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات الشفاعات واضحة الوساطات والعنايات والمصانعات المصانعات المجاملات والعنايات ما يقال له المحسوبية والمنسوبية في زماننا وهذا هو الذي يجري هذا هو الذي يجري في واقع الحوزة الطفصية وفي واقع الحكومات التي نشأت من داخل الحوزة الطوسية تلاحظون أن كلمات إمامنا الصادق صلوات الله عليه تتطابق مع الواقع الذي نعيشه الآن ومع الواقع الذي عاشته الشيعة عبر القرون الماضية أقرأ الكلام مرة أخرى عليكم ودقق النظر ماذا قال هذا الرجل لإمامنا الصادق بعد أن بين الإمام الصادق من أنه يحرم على عامة اليهود أن يقلد علماءهم لأن علماءهم كانوا علماء سوء من هذه الجهة كانت الحرمة فماذا قال هذا الرجل للإمام الصادق فإذا كان هؤلاء العوام من اليهود لا يعرفون الكتاب إلا بما يسمعونه من علمائهم لا سبيل لهم إلى غيره فكيف ذمهم بتقليدهم والقبول من علمائهم وهل عوام اليهود إلا كعوام منها كعوام من الشيعة يقلدون علماءهم فإن لم يجز لأولئك لعوام اليهود القبول من علمائهم لم يجز لهؤلاء لعوام من الشيعة القبول من علمائهم فقال إمامنا الصادق صلوات الله عليه بين عوام وعوامنا 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 وبين عوام اليهود وعلمائهم فرق من جهة وتسوية من جهة أما من حيث أنهم استووا فإن الله قد ذم عوامنا أيضا بتقليدهم علماءهم كما قد ذم عوامهم حينما يقلدون علماء السوء الذين سيتحدث عنهم إمامنا الصادق في الرواية نفسها من أنهم أضروا على الشيعة من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هؤلاء هم العلماء والمراجع الطوسيون البتريون الكذابون المفترون سيبين لنا الإمام الصادق حقيقة ذلك ويستمر إمامنا الصادق يقول وأما من حيث أنهم افترقوا فلا هناك فارق قال بيّن لي ذلك يا ابن رسول الله فقال الإمام الصادق صلوات الله عليه إن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وبأكل الحرام وبالرشة وبتغيير الأحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات هناك قاعدة معروفة في النجف وكربلاء تسمى بقاعدة الشأنية فأبناء المراجع مثلا أبناء العوائل العلمية شخصيات شخصيات معينة في النجف وكربلاء يحق لهم أن يفعلوا ما يفعلوا وأن يأخذ ما يأخذ من الأموال الشرعية بنحو يشكل ذلك فارقا كبيرا فيما بينهم وبين الآخرين لماذا؟ بحسب قاعدة الشأن هي هذه الشفاعات والعنايات والمصانعات هذا مثال من الأمثلة أنا لا أريد أن أحدثكم عن كل صغيرة وكبيرة وتستمر الرواية تستمر الرواية من أن عوام اليهود كانوا قد عرفوا علماءهم بالكذب الصراح وبأكل الحرام وبالرشا وبتغيير الأحكام عن واجبها بالشفاعات والعنايات والمصانعات وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون به أديانهم حينما يتعصبون لشخص أو لمجموعة من أتباعهم يكفرون بدينهم بدينهم إن كان هناك جزء من الدين الصحيح أو كان من دينهم البتري يكفرون بدينهم وعرفوهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون به أديانهم وأنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم وظلموهم من أجله مجموعات اللحاسية اللقامة العظامة الحبربشية الهتلية اللوقية السرسرية هذه المجموعات التي تؤسس عليها المرجعيات في النجف وكربلا صدقوني صدقوني وأنا أخاطب الذين يعرفون صدق حديثي ما أسست مرجعية في النجف وصارت مرجعية عام وقيل لمرجعها من أنه المرجع الأعلى إلا على أكتاف هؤلاء على أكتاف اللوقية والسرسرية والهتلية واللقامة والعظامة أسقط خلق الله هم الذين يتجمعون حول أي مرجع جديد وهو يبحث عنهم ويدفع لهم الأموال الطائلة كي يؤسس له مرجعية لأن المرجعية لا تؤسس إلا بتسقيط الآخرين وبصناعة الكرامات المكذوبة هكذا تصنع المرجعية في النجف وهذا الأمر المتخصصون فيه هؤلاء يسقطون سمعة المنافسين سمعة الآخرين بالأكاذيب ويصنعون الأكاذيب لصناعة الكرامات وهناك أكذوبة يتفق عليها جميع المراجع من أن المراجع في النجف ينصبون بتأييد من صاحب الزمان هذه أكذوبة عامة كبيرة يكذبها الجميع وهؤلاء المراجع هم أجهل الناس بصاحب الزمان وأجهل الناس بدين صاحب الزمان وقد عرضت ما عرضت عليكم من بترية هؤلاء اللعناء ومر علينا الكلام بالوثائق والحقائق والذي عرضته ما هو إلا مثال إلا أنموذج وإلا فإن الكلام يطول ويطول ويطول وعرفوهم عوام اليهود عرفوا أحبارهم بالتعصب الشديد الذي يفارقون به أديانهم وأنهم إذا تعصبوا أزالوا حقوق من تعصبوا عليه الذي يخالفهم وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من اللوقية والهتلية وأعطوا ما لا يستحقه من تعصبوا له من أموال غيرهم وظلموهم من أجلهم وعرفوهم عوام اليهود عرفوا أحبارهم ومراجعهم وعرفوهم بأنهم يقارفون المحرمات حوزة النجف مركز اللواط العمائم القريبة والكبيرة في دائرة المرجعيات الشيعية ليس في هذا الزمن وحتى في الأزمنة المتقدمة معروف عن هاللواط وهذا أمر يعرفه النجفيون والكربلائيون هذه ما هي بأسرار صحيح أن أحدا لا يتحدث بها لكن الذين يتابعونني يعرفون هذه الحقائق هل تتوقعون مني أن أكذب وأن أفتري وأنا أعرف أن الكثير من الكربلائيين والنجفيين يتابعونني هل أكذب عليهم وهم يعرفون هذه الحقائق كيف أريد منهم أن يصدقوني في الحقائق التي أطرحها وأنا أفتري عليهم وعرفوهم بأنهم يقارفون المحرمات صدقوني هناك الكثير من العمائم يشربون الخمور يمارسون الزنا الزنا بالمتزوجات من داخل الأجواء الحوزوية الزنا بالمتزوجات يمارسون اللواط يلاط فيهم يلعبون القمار لا يتركون موبقة إلا ويقومون بها أنا أتحدث عن عمائم كبيرة من العمائم السوداء والبيضاء وهذا الأمر يعرفه النجفيون والكربلائيون خصوصا الذين عندهم حب وهوس في متابعة هذه الأمور وهم كثيرون في النجف وكربلاء أعود إلى عوام اليهود وعرفوهم عرفوا أحبارهم بأنهم يقارفون المحرمات واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق وهذه القضية لا تحتاج إلى بحث واضطر اضطرارا فإن القلب يفرض على الإنسان إذا ما رأى الإنسان هؤلاء الأشخاص يفعلون ما يفعلون من القبائح سيحكم العقل والقلب بخروجهم من الدين وهذا هو الذي وصل إلى أذهان الشيعة لكن الشيعة مع ذلك يتابعونهم كثيرون كثيرون من المعممين قد وصلوا إلى هذه النتيجة من أن المراجع فاسقون من أن المراجع كذابون من أن أولاد المراجع أسقطوا خلق الله من أن أصحاب العمائم الكبيرة لا علاقة لهم بالدين لا من قريب ولا من بعيد كثيرون من معممي الحوزة يعرفون هذا لكنهم يقدسونهم ويخدعون الناس بذكر الكرامات لهؤلاء السفلة وهناك الكثير من النجفيين من سكان النجف من النجفيين الأصليين ومن الكربلائيين الأصليين من العوائل النجفية الأصلية الذين هم لا علاقة لهم بالجو الحوزوي إن كانوا في كربلاء أو في النجف يعرفون هذه الأمور ولكنهم يغضون طرف عنها ويقلدونهم ويصلون صلاة الجماعة معهم ويمدحونهم وإذا ما ذنبهم أحد بهذه الأمور التي هي حقيقية يدافعون عنهم مع أنهم يعرفون هذه الحقائق الحكاية هي الحكاية حكاية عوام اليهود مع أحبارهم إنها حكاية عوام الشيعة مع مراجعهم ولهذا السبب فإن الإمام الصادق يقوم بهذه المقارنة ولهذا السبب فإن القرآن يتحدث كثيرا كثيرا عن بني إسرائيل وعرفوهم بأنهم يقارفون المحرمات واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله الوسائط منهم محمد وآل محمد وهذا كان موجودا في دين اليهود في الدين الصحيح الذي هو دين موسى وهارون واضطروا واضطروا بمعارف قلوبهم إلى أن من فعل ما يفعلونه هؤلاء الأحبار فهو فاسق لا يجوز أن يصدق على الله ولا على الوسائط بين الخلق وبين الله فلذلك ذمهم الله لما قلدوا من قد عرفوا ومن قد علموا أنه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه في حكايته ولا العمل بما يؤديه إليهم عمن لم يشاهدوا ووجب عليهم النظر بأنفسهم في أمر رسول الله إذ كانت دلائله أوضح من أن تخفى وأشهر من أن لا تظهر لهم لأن الإمام الصادق يتحدث عن اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله وكيف أن الأحبار ضللوهم بعد أن كان اليهود يعتقدون بأن النبي الخاتم سيكون من ولد إسماعيل وسيبعث في مكة وسيهاجر إلى يثرب ولذا جاءوا من فلسطين إلى الجزيرة العربية لكن الأحبار بعد ذلك لما تأسست حوزتهم بعد أن استقروا في البداية جاءوا ولم تكن هناك من حوزة لأحبار اليهود ولكن بعد أن استقروا في يثرب وفي المناطق المجاورة وبنوا المدن والحصون وكثرت أموالهم وقدس عوام اليهود أحبارهم وصارت الزعامة الدينية والسياسية والمالية للأحبار عندهم بدأ الأحبار بتحريف الدين لأنهم لا يريدون لزعامتهم أن تزول إذا ما بعث محمد صلى الله عليه وآله الحكاية هي الحكاية حكاية الذين أسسوا دين الواقفة في زمان إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه بعد استشهاد إمامنا الكاب إنها حكاية البتريين حينما يخرج إمام زماننا ويأتي من الحجاز إلى العراق الحكاية هي الحكاية فلذلك ذمهم الله لما قلدوا من قد عرفوا ومن قد علموا أنه لا يجوز قبول خبره ولا تصديقه في حكايته ولا العمل بما يؤديه إليهم عمن لم يشاهدوا عمن لم يشاهدوه من الأنبياء والأوصياء فهناك دينان دين الأنبياء والأوصياء ضاع ضيعه الأحبار وهناك دين الأحبار هذا الذي يقول عنه إمامنا الصادق لا يجوز العمل به ووجب عليهم ووجب على عوام اليهود أن لا يصدق بهؤلاء الأحبار بعدما عرفوا فسقهم وضلالهم وارتكابهم للمحرمات وهذا قد عرفته الشيعة عرفته الشيعة كثيرون من الشيعة عرفوا هذه الحقيقة ومع ذلك يقولون نحن نبقى معهم ووجب عليهم أن نظروا بأنفسهم في أمر رسول الله إذ كانت دلائله أوضح من أن تخفى وأشهر من أن لا تظهر لهم الحكاية هي الحكاية الحقائق التي بوينت من قبل خناة القمار لا يحق لعاقل أن يتجاوزها لا شأن لكم به تجاوزوني والعنون ليس مهما هذا أنا لا أدعوكم لنفسي لكن الحقائق التي بوينت لا يحق لعاقل أن يتجاوزها عليه أن ينظر فيها خصوصا خصوصا مع وجود الفساد الواضح في الجو الديني وفي أجواء المرجعيات الشيعية في النجف وكربلا وكذلك عوام أمتنا الإمام الصادق يقول وكذلك عوام أمتنا عوام الشيعة إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها ربما هذه الأمور قد لا تظهر للبعض ولكن الذي سيأتي ذكره واضح وعند جميع المراجع من دون استثناء وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحق يهلكونه قد يقتلونه قد يسممونه قد يقتلون سمعته قد يدمرون أسرته لقد فعلوا هذا ولا زالوا يفعلون أنني أتحدث عن مراجع النجف ابتداء من المرجع الأعلى وانتهاء بالمرجع الأسفل وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحق على حق وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له من السفلة من أتباعهم وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة إنني أقسم بكل الأقسام ما من مرجع شيعي في النجف أو في كربلاء أو في قم أو في كل مكان إلا وهذه الخصلة واضحة وظاهرة في سيرته منذ أول يوم من أيام مرجعيته إلى أن يموت وكذلك عوام أمتنا إذا عرفوا من فقهائهم الفسق الظاهر والعصبية الشديدة والتكالب على حطام الدنيا وحرامها وإهلاك من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا وبالترفق بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء الذين هكذا يفعلون فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم الحكاية واضحة نذهب إلى فاصل فهؤلاء الفقهاء والمراجع الذين يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقا ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة هؤلاء لا يجوز تقليده وهذا الحال حال جميع مراجع النجف وكربلا لا يستطيع أحد إذا كان منصفا أن يقول بأن سين من المراجع أو صاد من المراجع في النجف أو كربلا أو في سائر المناطق الشيعية الأخرى من أنه لا يعمل بهذا البرنامج لن يكون مرجعان برنامج المرجعية هو هذا برنامج المرجعية قائم على هذا النظام من دون هذا النظام لن تقوم مرجعية لأحد لا في النجف ولا في كربلا ولا في أي مكان آخر النظام الداخلي لكل المرجعيات هو هذا يهلكون من يتعصبون عليه وإن كان لإصلاح أمره مستحقة ويترفقون بالبر والإحسان على من تعصبوا له وإن كان للإذلال والإهانة مستحقة الإمام الصادق يقول فمن قلد من عوامنا مثل هؤلاء الفقهاء فهم مثل اليهود الذين ذمهم الله تعالى بالتقليد لفسقة فقهائهم ثم يقول إمامنا الصادق فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا يذكرون لكم هذا السطر فقط كل الكلام المتقدم لا يذكرونه لكم يضحكون عليكم يضحكون عليكم يذكرون لكم هذا الكلام فقط يشكل إحاءا بأن جميع المراجع بهذه الصفات يحون لكم هكذا ولا يكملون الرواية طويلة دققوا النظر معي الكلام الذي تسمعونه دائما هو هذا فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لديني وخطباء المنبر دائما ينقلونه عن صاحب الزمان جهال لا يفقهون هذا الحديث عن إمامنا الصادق حدثنا به إمامنا العسكري وهو موجود في تفسيره الشريف المصدر الوحيد لهذا الحديث هو تفسير الإمام العسكري لا يوجد مصدر آخر المصادر الأخرى هي مصادر فرعية نقلت عن المصدر الأصل وهو تفسير إمامنا الحسن العسكري فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهوى مطيعا لأمر مولاه كيف يطيع أمر مولاه وهو ليس على صلة به لابد من وجود صلة إنا لا نعد الفقيه منهم فقيها من رواة الحديث حتى يكون مفهما لابد من صلة التفهيم لابد من صلة أن يسقى بكؤوس الحكمة صباحا ومساء لابد من الإخلاص في قلبه وهذا الإخلاص يكون صلة بإمام زمانه فمن أخلص لإمام زمانه تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه هنا يكون الفقيه مطيعا لأمر مولاه لأن يصدر الرسائل العملية والفتاوى وفقا للظنون وبحسب استنباط الشافعين للأحكام وبعد ذلك يقول للناس من أن العمل بهذه الرسائل العملية وبهذه الفتاوى مجز ومبرئ للذن إنها ظنون فوق ظنون ظلمات فوقها ظلمات فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواء مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم هذه البقية الباقية من كلام الإمام لا يقرؤونها عليكم الإمام يقول من أن القلة القليلة إن وجدت في الشيعة تتصف بهذا الواصف الأكثرية لا يتصفون بهذا الواصف ماذا يضحكون على الشيعة يحون للشيعة بأن جميع أصحاب العمائم في النجف على قلب واحد ومن أنهم يتصفون بهذه الأوصاف وهم يتهارشون على المرجعية في النجف تهارش الكلاب على الجياذ فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه هذه الرواية شرحت تفاصيلها لا أستطيع أن أشرح معانيها مع ضيق الوقت فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه لا يوجد وصف من هذه الأوصاف ينطبق على السيستاني ولا على سائر المراجع الآخرين ولا على الخوئي ولا على المراجع الذين سبقوا الخوئي هذه الأوصاف لا تنطبق عليهم فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوا ما قال الإمام يجب على العوام أن يقلدوا قال فللعوام أن يقلدوا هناك طريق آخر وهو طريق التفقه أن يكون الإنسان متعلما وهذا هو الذي أدعو إليه لأن التقليد يكون مناسبا لبسطاء الشيعة لسذج الشيعة للذين عبر عنهم بأنهم سفلتوا الشيعة أراضل الشيعة هذا التقليد يكون مناسبا له لأنه في الرواية نفسها الإمام حين يتحدث عن بعض العوام ولكنهم على فقه في دينهم لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر في يد المرجع الأعلى ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ما قال الإمام من أنه سيقلده ولكنه يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب ثم يوفقه الله تعالى للقبول منه إنها عملية التفقه والتعلم ولذلك دائما أقول لكم أنا أدعوكم أن تتفقه أن تتعلم ودوري أعلمكم أفقهكم في المجال الذي أنا متخصص فيه وإلا فإن أساتذة الجامعات والإعلاميين والمثقفين وكثيرا من الناس ممن هم على وعي وثقافة ثقافتهم أكثر من ثقافة المرجع نفسه مستوياتهم العقلية أعلى بكثير من المستوى العقلي لهؤلاء المراجع الجهال في النجف هؤلاء لا يصحوا ولا يجوز لهم التقليد عليهم أن يتفقه أن يتعلموا من جهة تعلمهم التقليد للسذج للبسطاء للأميين الذين لا يحسنون القراءة والكتابة وقد يوجد في هؤلاء من هو على قدر من الدراية والعقل والحكمة فهذا أيضا لا يفضل له التقليد وإنما عليه أن يذهب في مسار التفقه والتعلم ولذا فإن إمامنا الصادق يقول لودت أن رؤوس أصحابي تضرب بالسياط حتى يتفقه في الدين ما قال حتى يقلد ما قال الإمام الصادق من أنه يود أن رؤوس أصحابه تضرب بالسياط حتى يقلد الفقهاء وإن كان الفقهاء على درجة عالية من صيانة النفس والمحافظة على الدين ومخالفة الهواء ومن أنهم يطيعون أمر مولاهم أمر الحجة بن الحسن لكن التفقه والتعلم أعلى شأن وهو الذي يحبه إمامنا الصادق صلوات الله عليه ويحبه إمام زماننا فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواء مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلدوه وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة بعض القلة إلا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم لا كما يضحكون عليكم الذي يكون بهذه الأوصاف يكون مخلصا لإمام زمانه إنه صائن لنفسه حافظ لدينه مخالف لهواه مطيع لأمر مولاه هذا هو المخلص لإمام زمانه المخلص لإمام زمانه تتفجر ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه فأين حكمة هؤلاء الأقبياء في النجف وكربلا أين حكمتهم أين حكمتهم وأقبح القبائح وأفحش الفواحش كل شيء يبعدنا عن أهل البيت قبائح علماء العام علماء السقيفة بني ساعد أقبح قبائحهم وأفحش فواحشهم ما يصدر عنهم لإبعاد الناس عن محمد وآل محمد تحت عنوان أن الدين دين محمد هذا هو أقبح ما يصدر عنهم وأفحش فواحشهم بقية القبائح والفواحش تأتي في سياق هذه القبائح الكبيرة والفواحش العظيمة الأمر هو هو في مراجع النجف وكربلا عودوا إلى كتبهم وإلى تفاسيرهم ستجدون أعظم القبائح وأفحش الفواحش فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقط فقهاء العام فلا تقبلوا منهم عنا شيئان ولا كرامة له لا كرامة للذين يجعلون النواصب من أعداء الزهراء يساوون الشيعة من أولياء الزهراء لا كرامة لمثل هؤلاء الفقهاء فإن من ركب من القبائح والفواحش مراكب فسقط فقهاء العام فلا تقبلوا منهم عنا شيئا ولا كرامة له وإنما كثر التخليط فيما يتحمل عنا أهل البيت لذلك لأن الفسقة يتحملون عنا يظهرون أنهم على ديننا فهم يحرفونه بأسره لجهله هؤلاء جهال سيشرح لنا الإمام صادق جهلهم وضلالهم لأن الفسقة من مراجع الشيعة يتحملون عنا فهم يحرفونه بأسره لجهلهم ويضعون الأشياء على غير مواضعها ووجوهها لقلة معرفتهم وآخرين يتعمدون الكذب علينا لماذا ليجروا من عرض الدنيا ما هو زادهم إلى نار جهنم ومنهم من هؤلاء المراجع وهم الأكثر وهم الأكثر لأن هؤلاء هم الذين تقلدهم الشيعة الإمام يقول لست أنا هذه هي المجموعة التي تحبها الشيعة وتقلدها الإمام الصادق يقول ومنهم قوم نصاب هؤلاء نصاب الشيعة هناك نصاب سقيفة بن ساعد وهناك نصاب سقيفة بن طوس نصاب الطوسيون منهم عامة الطوسيين لا إنهم المراجع المذهب الطوسي نصابه من نصاب المذهب الطوسي مراجع المذهب الطوسي إنهم النصاب الشيعة الذين يتحدث عنهم إمامنا الصادق هنا ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا لا يستطيعون أن يقدحوا في الأئمة لكنهم يبحثون عن جهة هنا أو هناك إنهم يقدحون بالأئمة فيما بينهم ولكن مع عامة الشيعة لا يظهرون قدحهم للأئمة يذهبون إلى مجالس العزاء ويشتركون في اللطم مع عامة الشيعة ولكنهم لا يعتقدون بذلك حينما يجلسون فيما بينهم يظهرون غضبهم وغيظهم من كثرة هذه المجالس يحاربون المجالس الحسينية بالسر يظهرون تأييدها في العلن ومنهم قوم نصاب لا يقدرون على القدح فينا لا يستطيعون أن يقدحون علنا يتعلمون بعض علومنا الصحيحة بعض العلوم المذهب الطوسي فيه شيء من ثقافة العترة الطاهرة لكن نسبة ذلك قليلة جدا بالقياس إلى الأكاذيب والضلالات والافتراءات الموجودة في هذا المذهب وهذا ما يبينه لنا إمامنا الصادق قارنوا بينما يعرض في قناة القمار وبينما تقدمه حوزة النجف حوزة الطوسيين لكم عبر فضائياتها عبر الوكلاء عبر المنابر قارنوا بين هذا وهذا ستعرفون الفارق الكبير بين دين العترة وبين المذهب الطوسي القذر يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا بهذه الكلمات التي تعلموها من العلوم الصحيحة من علوم العترة الطاهرة وينتقصون بنا عند نصابنا فيما بينهم ثم يضيفون إليه يضيفون إلى هذا البعث الذي تعلموه من العلوم الصحيحة من علوم العترة ثم يضيفون إليه أضعافه أقل الأضعاف ثلاثة أضعافه ثم يضيفون إليه أضعافه ربما تكون الأضعاف بالمئات ولكننا سنذهب إلى أقل ما يمكن أن يكون يضيفون إلى هذا البعض أضعافه فأقل الأضعاف لأن الأضعاف جمع تكسير وأقل جمع التكسير ثلاثة ثم يضيفون إليه إلى هذا البعض الذي تعلموه من العلوم الصحيحة ثم يضيفون إليه أضعافه ثلاثة وأضعاف أضعافه أضعاف الأضعاف أقله التسعة لأن الأضعاف ثلاثة ثلاثة فأضعاف الأضعاف فأضعاف الأضعاف التسعة تسعة زائد ثلاثة يساوي اثنى عشر ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فهم إذا أخذوا من العلوم الصحيحة من علوم العترة أخذوا البعض يتعلمون بعض علومنا الصحيحة أخذوا بنسبة عشر بالمئة يضيفون إلى العشرة بالمئة مئة وعشرين بالمئة من الأكاذيب هذا هو كلام الإمام الصادق صلوات الله عليه يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه إلى هذا البعض أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المستسلمون من شيعتنا الذين استسلموا لهم شعار الشيعة هو هذا حطها برقبة عالم واطلع منها سالم يعني مستسلم هؤلاء هم المستسلمون الذين مصيرهم إلى النار الإمام الصادق هو الذي يقول لست أنا هذا اللي يضحك عليكم ويقول للكم حطها برقبة عالم واطلع منها سالم هذا الكلام يكون صحيحاً إذا كنا نتحدث عن الحجة ابن الحسن نعم إذا كنا نتحدث عن الحجة ابن الحسن هذا الكلام يكون صحيحاً حطها برقبة عالم واطلع منها سالم العالم الحقيقي هو الإمام المعصوم أما هؤلاء هؤلاء مسخرة وأنتم مسخرة يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا وينتقصون بنا عند نصابنا من تلامذتهم وخواصهم هذا الكلام لا أقوله على سبيل الاحتمال حينما يجلسون مع تلامذتهم وخواصهم ينتقصون من أهل البيت وينتقصون بنا عند نصابنا ثم يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها فيتقبله المستسلمون من شيعتنا الذين شعارهم حطها برقبة عالم واطلع منها سالم وأي عالم إنهم هؤلاء السفلة الذين يقولون نحن نواب صاحب الزمان وهم لا يفقهون شيئا عن صاحب الزمان لا من قريب ولا من بعيد فيتقبله المستسلمون من شيعتنا على أنه من علومنا يتقبلون هذه الأكاذيب فضلوا وأضلوه المراجع ضلوا وأضلوا عوام الشيعة الذين استسلموا لهم فضلوا وأضلوه وهم هؤلاء المراجع وهم أضروا على ضعفاء الشيعتنا هؤلاء ما هم بضعفاء الأبدان إنهم ضعفاء العقول ضعفاء العقيدة ضعفاء الدين وهم أتباع الطوسيين لا عقيدة عندهم العقيدة القوية عقيدة أهل البيت التي تأخذ من قرآنهم المفسر بتفسيرهم فقط وهذه بيعة الغدير ومن حديثهم المفهم بتفهيمهم فقط وهذه بيعة الغدير هذا منطق بيعة الغدير العقيدة التي تأخذ من هذا الطريق هي العقيدة القوية أما عقيدة علم الكلام وعقيدة مراجع النجف وكربلة عقيدة ضعيفة وهم أضروا على ضعفاء الشيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه فإنهم جيش يزيد فإنهم يسلبونهم يسلبون الحسين وأصحابه فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال وللمسلوبين للحسين وأصحابه وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون يضحكون على الشيعة يشبهون لهم ما هم بموالين حقيقة عقائدهم تكشفوا عن سوء منقلبهم وعن سخافة دينهم وعن نقصان عقولهم وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون ولأعدائنا معادون يدخلون الشكة والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب هناك أصوات شيطانية ترتفع في النجف وفي كربلاء وفي كل مكان في الأجواء الشيعية تقول من أن الكلام الذي يطرح في قناة القمر كلام صحيح كلام صحيح لكننا لا نريد أن ننشره بين عامة الشيعة لماذا لأنهم سيخرجون من دينهم فليخرجوا من دينهم أي دين هو إنه دين الشياطين فليخرجوا من دينهم فليخرجوا من دينهم هذا هو دين الشياطين يقولون نحن نبقي الشيعة على حالهم كي يستمر هذا الواضع هذا كلام الشياطين هذا إعلان حرب على إمام زماننا لأن الذي يطرح في قناة القمر هو بيان للحقيقة التي يجب أن تكون في الواقع الشيعي تمهيدا للمشروع المهدوي الأعظم فهذه حقائق دين العترة الطاهرة وهذه تطبيقات بيعة الغدير وهذه نتائج المنطق العلوي الذي بايعنا عليه في خدير خم بايعنا الله ورسوله وأمير المؤمنين وهؤلاء علماء السوء الناصبون المشبهون بأنهم لنا موالون لأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبهة على ضعفاء شيعتنا فيضلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب نذهب إلى فاصل أقول لهذه الأصوات الشيطانية التي ترتفع في الأوساط الشيعية في النجف في كربلاء في بغداد وفي قوم وفي دول الخليج العربي من أن الذي يطرح عبر قناة القمر صحيح ومن أنه دقيق ولكن يجب إخفاؤه عن الشيعة لا يجوز إظهاره أبعد الشيعة عن هذا الذي يطرح في قناة القمر لماذا؟ يقولون نحن لا ننكر هذا الكلام الذي ينشر في قناة القمر لكننا نريد للمجتمع أن يبقى على حاله لماذا؟ لأن عوام الشيعة إذا مطلعوا على هذه الحقائق سيخرجون من دينهم من أي دين من دين الضلال فليخرجوا من دينهم يقولون إن المجتمع ستتغير بنيته بنية على الباطل فلتتغير ما قيمة المجتمع في هذه الرواية إمامنا الصادق يتحدث عن خيرة الناس فيقول فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقْهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهِ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهِ فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوا وَيَقُولُ مِنْ أَنَّ هَا أُولَاءَ قِلَّةِ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضَ فُقْهَاء الشيعةِ لا جميعهم ومع ذلك فلم يوجب على عوام الشيعة أن يعودوا إليهم كي يقلدوه لأن الإمام هكذا قال فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوا ترك الخيار لهم الإمام الصادق يترك الخيار للعوام في أن يقلدوا أو أن لا يقلدوا فقهاء بهذه المنزلة وأنتم تريدون إبقاء المجتمع على دينه الشيطاني من أين جئتم بهذا الحكم؟ ما هذا هو الذي واجهت به الأمم الضالة الأنبياء حينما كان ينشر الأنبياء رسالتهم تواجههم الأمم الضالة على لسان الزعماء وأصحاب الأموال من أننا وجدنا آباءنا على أمة وسنبقى على ما وجدنا عليه آباءنا لأن المجتمع لن يكون صالحا وسليما إلا بالبقاء على التقاليد الموروثة هذا هو منطق الأمم الضالة حينما واجهت الأنبياء وحاربت الأنبياء وهذا هو منطق الشيطان في مواجهة إمام زماننا ما هم البتريون سيقولون لإمام زماننا إن دين جدك في خير فارجع من حيث جئت لا حاجة لنا بك ما هو هذا المنطق نفسه هذا المنطق أنتم تقولونه في زمان الغيبة لدين العترة ليس لي أنا لا قيمة لي أنا لا أحدثكم عن نفسي أنا واسطة وسيلة أنقل إليكم حديث العترة وثقافة العترة مشكلتكم ليست معي أنتم تجعلون مشكلتكم معي مشكلة مراجع النجف ليست معي هم يحاولون أن يجعلوا المشكلة معي وأن يجعلوا الحقائق كما يقولون التي هي حقائق دين العترة يجعلونها حقائق غزية ينسبونها إلى الغز ينسبونها إلي أنا لا قيمة لي في البين مشكلتكم ليست مع الغز الغز لا قيمة له مشكلتكم مع العترة مشكلتكم مع إمام زمانكم مشكلتكم مع هذه الحقائق الواضعة هذه مشكلتكم الحديث لم يكتمل ووقت الحلقة اكتمل نلتقي غدا كي نكمل الحديث حلقة اليوم مهمة جدا وحلقة يوم غد أهم منها نلتقي غدا إن شاء الله تعالى على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن زهرائيون نحن والهوى والهوى زهرائي طوسيونهم همو همو أتحدث عن مراجع النجف وكربلاء وعن أتباعهم طوسيونهم بتريون همو همو والهوى والهوى بتريون أسألكم الدعاء جميعا في أماننا ترجمة نانسي قنقر